هل ينفع اكل او اشرب بالشمال خصوصا لو انا اشول او بلاء صعوبة اللي انا استخدم ليمين في الاكل والشرب بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد عندنا حديث في صريح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله لكن جمهور الفقهاء حملوا هذا النهي على الكراهة وليس التحريم ليه جمهور فين الصارف اللي صرف النهي من التحريم الى الكراهة قالوا ان ده في باب الاداب وكونوا النهي في باب الاداب يجعله ليس من باب التحريم ولكن من باب الكراهة يعني انت لخبطنا يعني الاكل والشرب بالشمال مكروه فقط وليس حراما وده مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الامة الاربعة ده للامانة العلمية يبقى ده مكروه فقط مش حرام مكروه يعني ايه يعني لو اكلت بالشمال مش حرام لكن لو اكلت باليمين ده الافضل والاحسن ايه ده معقولة يعني لو انا اكلت بالشمال او شربت بالشمال يبقى انا ما عملتش حاجة حرام نعم ولكن خالفت الافضل والاحسن والاكمل والسنة ولذلك بنقول الناس اللي بتلاقيوا صعوبة جدا وبتحس الموضوع شق او الولاده الصغيرين اللي بيأكلوا بالشمال والامر يا اخواننا واسع الحمد لله الامر ليس حرام وحلال الامر بس مكروه حتى المكروه لو الانسان عنده فيه عذر ما بيهاش مكروه اساسا لان المكروه تزول كراهته لوجود الحاجة ده كلام اهل العين تقول لي بس الشيطان بيأكلوا بالشمالي ويشربوا بالشمالي اقول لك ايوة مش معنى ان الشيطان بيعملوا بقى دايما حرام على سبيل المثال النبي قال قيلوا فان الشياطين لا تقيل لكن جمهور العلماء ايضا قالوا ان القيلولة مش فرض اللي هو النوم بعد الظهر مثلا في الوقت القيلولة معنى الشياطين ما بتعملش القيلولة دي كونك اتكمان ما بتعملش القيلولة يبقى حرام يبقى فرض تعمل قيلولة لا ولذلك القول الصحيح اني وده قول جمهور العلماء ان الاكل والشرب بالشمال مكروه فقط وليس حراما وده بنقول الكلام ده ليه لان في الناس بتعاني في الامر ده فنقولهم خلاص مادم تحاولت وما قدرتوش ما فيش مشكلة تأكلوا وتشربوا بالشمال لان الامر ليس على التحريم ولكن للكراها فقط دعموا الفيديو بشير ولايككم من شراء في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم